ترأس نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسع لمناقشة الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا إلى بلادنا كما جرى مناقشة اعداد خطة طوارئ متكاملة بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومية ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمالي لإغاثة والعمال الإنسانية وكذا إنشاء غرفة عمليات وتوفير كافة المستزمات الطبية اللازمة واكد نائب رئيس الوزراء في الاجتماع الذي ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلام وموثلين عن وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمالي لإغاثة والعمال الإنسانية والجهة ذات العلاقة اهمية توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بشأن مواجهة اي ظهور محتمل لوباء كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان داعيا إلى تضاف لجميع الجهود الحكومية والشركاء من الانظمات لمواجهة هذا الوباء وتوعية المجتمع بالمحافظة على النظافة العامة عبر مختلف الطرق بما فيها وسائل الإعلام واجدد نائب رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بأوضاع الطلاب والأسر اليمنية المتواجدين في جمهورية الصين من خلال التواصل مع سفارة بلادنا في الصين واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالحفاظ عليهم وسلامتهم حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي ومدير الدائرة الثقافية بوزارة الخارجية السفير حسين ناجي ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن الدكتورة نوها محمود وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الصحة العامة وسكان وجهات ذات العلاقة